طيب ندخل في تفاصيل أخبارنا النهاردة بسرعة عشان حلقتنا طبعا متابعة لتصفيات كاس العالم والعالم كله اليومين دول متابع منتخباته ومتابع أخبار التصفيات هنلخص لحضرتكم إيه اللي حصل هنا على مستوى أوروبا وأفريقيا وكمان أمريكا الجنوبية بس خلينا نعدي على مجموعة من الأخبار المهمة والخبر الأول حقيقة متعلق بمخالفات اتحاد الكورة لنهاردة لجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب برئاسة دكتور محمود حسين أحالة مخالفات اتحاد الكورة للنائب العام يمكن حسب تصريحات دكتور محمود حسين رئيس اللجنة في مجلس النواب قال أنه اللجنة طلقت 27 طلب من عدد من النواب بشأن مخالفات اتحاد الكورة واللي بتستوجب الإحالة للنيابة العامة وأضاف كمان أنه لو تم التحقق من صحة المستندات والاتهامات المقدمة فسيتم الإحالة مباشرة للنيابة العامة ترجمة نانسي قنقر